السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال في عندي مسمار مثبت على لوح خشبي طلبة إزالة هذا المسمار عن طريق تطبيق قوة على المحور الأفقي المحور X لكن في عندي مشكلة العائق A ليكون جدار أو كتلة هذا العائق يعيق الحركة على المحور X لذلك قاموا بربط المسمار بحبلين وطبقوا قوة شد القوة P مجهولة والقوة F 400 باوند المطلوب حساب القوة P اللازم لكي تكون القوة المحصلة T على محور المسمار فقط على المحور X يعني القوة النهائية عندي ستكون على المحور المسمار بمحور X ستكون مركبتها على المحور Y0 لكي تكون مركبة القوة المحصلة النهائية على المحور Y0 لازم يكون حاصل جمع مركبتين القواتين على المحور Y0 لنشوف كيف من خلال الحل وأيضا طلب مني حساب القوة المحصلة النهائية بداية رمز لهذه القوة بالقوة F انتكر في السؤال أن القوة المحصلة T هي على طول محور سبايك المسمار المحور X لذلك لا يوجد مركب للقوة T على المحور Y وهذا هو متجه القوة T المحصلة سأقوم بحساب الزاوية الزاوية ثيثة تساوي أركتانجان الضلع المقابل 4 إنش على الضلع المجاور 8 إنش فقمت بحساب الزاوية ألفا هذه مركبات القوة P وهذه مركبات القوة F بما أن محصلة مجموعة القواتين على المحور Y0 معناها هذه المركبات التي بلون الأزرق نحو الأسفل وهذه المركبات التي بلون الأزرق نحو الأعلى مجموعهم 0 مركبة القوة P تساوي مركبة القوة F على المحور Y عندي هنا P مجهولة وبالتالي القوة P تساوي 536.4 باوند المطلوب الثاني حساب القوة المحصلة T القوة T هي حاصل مجموعة مركبتين القواتين P و F على المحور X هاتين مركبتين التي بلون الأخضر القوة T وتساوي مركبة القوة P على المحور X ذات مركبة القوة F على المحور X وبالجمع حصلت على قيمة مركبة القوة T وتساوي 200 باوند الآن لو أردت كتابة هذه القوة T بشكل متجاه تكون بهذا الشكل القوة المحصلة على المحور X أم على المحور Y فتساوي 0 حصل تعديل بسيط على هذا الفيديو قمت بتعديل ناتج قيم الزوايا ثيتا وألفا وأصبح مقدار القوة P 537 باوند بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله